بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه مع التضبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة مع الصفحة 578 جزء تبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا أنصح دائما هذه اللام المشددة لا تمسكها لا تقول كلا وتذكر أن اللام هي من أحرف التوسط التي يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة بل هنا لدينا اللام الساكنة وتوسط الصوت فيها بل تحبون بل تحبون التاء مضمومة لا تنسى ضم الشفتين فيها والحاء مكسورة الباء هنا مشددة إذا باء ساكنة ثم باء مضمومة نضم الشفتين فيها تحبوا وتذكر أن الباء حرف شديد مجهور لا يجري فيه النفس تحبون النون المفتوحة إلى اللام القمرية لأن هنا لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة العاجلة اللام قمرية قلتها لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد جاء بعدها حرف العين المفتوح العاء العاء ماذا؟ افتح الفن في الألف جيلا جيلا كسرت الجيم جيدا ونقف علىها مهموسة العاجلة ساكنة وتذارون وتذارون وتذارو الرأو مفخمة لأنها مضمومة فلا تفخم التا والذال وتقول وتذارو خطأ وتذارون رو إذا وصلني إلى الرأى نضم الشفتين فيها وفي الواو التي بعدها الآخرة تذارون همزة وصل ننتقل من النون المفتوحة إلى اللام القمرية لماذا قمرية؟ لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد نبدأ بهمزة القطع هنا بمفتوحة الآخرة لدينا متبدل هنا لأن حرف المد جاء قبله همزة مفتوحة مد البدل يكون بمقدار حركتين الآخرة هنا مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة مرتبة خامسة الرأو مفخمة لأنها مفتوحة ونقف علىها ساكنة مهموسة الآخرة و واو مضمومة وجوه وجوه هكذا في كل هذه الكلمة تكون الشفتين مضمومة ثم لدينا تنوين مع اليا إدغام بغنة بمقدار حركتين لأن اليا من أحرف ينمو الإدغام بغنة وجوه هكذا أفوا هكذا تكون الغنة وجوه يومئذ يو الواو ضم شفتين فيها يومئذ ذن هنا لدينا ذال تنوين مكسور إذن جاء بعد التنوين نون إدغام بغنة بمقدار حركتين لأن النوم من أحرف ينمو الإدغام بغنة يومئذ لا لا تقول لا لا ألف ممالأ لا ضير هذه ضاد مكسورة مفخمة مرتبة خامسة وراء مفخمة لأنها مفتوحة ونقف على ها مهموسة ساكنة ويجب أن تنتبه هنا إلى أنه هذه ضاد ولا تقول ناظرة لأنه التي بعدها في الآية 23 هي ناظ ضيرة هذه هي الضاء إذن ناظ ناظرة من حافتين لسان إحدى حافتين لسان أو الحافتين مع ما يحاذيها من الأضراس العليا ولا تتكي على رأس اللسان في نطق حرف الضاد بل هناك ملامسة بسيطة جدا إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين همزة إلى إذن اظهر ناظرة إلى إلى ربها الرأو مفخمة ربها الباء مشدد إذا باء ساكنة ثم باء مكسورة شديدة مجهورة لا يجري فيها النفس رب ربها ربها ناظرة ضيرة هذه الضاء لا تقول ناظرة الرأو مفخمة لأنها مفتوحة ونقف على ها مهموسة ساكنة تخرجها من أقص الحلق باحتزاز الأوتار الصوتية وإذا استمرنا في القراءة يكون لدينا تنوين جاء بعد التنوين واو إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الواو من أحرف ينمو ناظرة توجو وعفوا ناظرة ووجوه ووجوه احرص على الواو المضمومة وو وو انظر هنا وو ضم الشفتين ووجوه يومئذ باسرة لا تنسى ضم الشفتين في كلمة وجوه ثم لدينا تنوين جاء بعد التنوين كما ورد معنا في الآية 22 إضغام بغنى بمقدار حركتين ووجوه وي 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 انظر نحقق ضمة لها ثم ننتقل إلى الغنى غنى الإضغام ووجوه يومئذ باسرة يومئذ الواو الساكنة نضم الشفتين فيها ونكسر الهمزة جيدا والذال هنا تنوين جاء بعد التنوين باء والباء هو حرف الإقلاب إذن تقلب إلى مين بغنى بمقدار حركتين يومئذ باسرة لا تكز الشفتين في الميم باسرة السين مكسورة اكسرها جيدا والراء مفخمة لأنها مفتوحة ونقف علىها ساكنة مهموسة باسرة نستمر في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين حرف التا تظن إذن لدينا إخفاء بغنة مرققة بمقدار حركتين باسرة تاظن هكذا تاظ تاظن انتبه إلى تخليص الحركات لدينا تا مفتوحة ثم مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ثم نون ساكنة ثم نون مضمومة النون المشددة نون ساكنة ثم نون مضمومة ماذا نفعل؟ تاظن هكذا تاظن تاظن خلص النون الساكنة من أن تسحب إليها ضمة الضاء وكما قلت الضاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة والنون المشددة فيها غنة بمقدار حركتين أن يفعل نون ساكنة بعد النون ياء إذن غنة بمقدار حركتين لأنه إدغام الياء من حروف الإدغام ينمو أن يفعل من الأخطاء في غنة النون الساكنة مع الياء أنه يجعل صوتها ياء صافية أي أن يفعل هذا خطأ يجب أن يكون هناك غنة مصاحبة لها من الخيشوم أن يفعل يو إذا انتقلت إلى الياء ضم الشفتين لأنها مضمومة والفا أخرج معها هوا لأنها مهموسة وحرف الفا مخرجه ضعيف إذن يف يفعل يفعل تمام والعين واللام مفتوحتان بها كسرت الباء جيدا فاقرة فاقرة فتح الفا في الألف لكلا تجعلها ممالة فاقرة فا لا تقول هذه الألف ألقاف مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة مرتبة خامسة والراء مفخمة لأنها مفتوحة ونقف علىها أساكن مهموسة فا قرة وإذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين كلا كاف إذن لدينا إخفاء بغنة مراققة بمقدار حركتين فاقرة كلا إذا هكذا في الوسط كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كلا هذه اللام المشددة لا تمسكها لا تقول كلا لا تنسى أن اللام من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لا تجعلها رخوة كلا خطأ كلا كلا إذا نلاحظ هنا أنه لدينا حرف المد في كلا والهمزة في كلمة إذا في كلمة أخرى إذا ما جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة وخمسة إذا كسرت الهمزة جيدا بلغ بلغتي بل ماذا مستفى مراقق الغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية والتاو مكسورة إذا لا تقول بلغتي بلغتي بل بلغة بلغتي بلغتي هكذا خلص الحروف بلغتي التراقيات من التاة المكسورة انتقلني إلى التاة المشددة لأنه لدينا اللام شمسية وهنا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة التراقي التاة لماذا اللام شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد والتاة مشددة إذا تاة ساكنة ثم تاة مفتوحة والراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة وكذلك الألف التي بعد الراء مفخمة الترا الترا ماذا نفعل في التفخيم نرفع أقصى اللسان لكي تفخم عندنا الراء والألف القاف هنا مكسورة إذن مفخمة مرتبة أخيرة ووقفت على يا ساكنة إذا استمرين في القراءة تكون هذه اللياء مفتوحة التراقي وقيل تمام وقيل القاف أيضا هنا مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة والو مستفلة وقيل لا تقول وقي قيل لا هذا ليس صوت القاف وقي هذا ليس صوت القاف انتبه وقي وقيل من راق هنا لدينا سكت سكت لطيف على النون من غير أخذ بنفس النفس من غير أخذ نفس جديد من راق لا أقول من راق واضح؟ السكت هذا هو أنه في نفس النفس وهذه من السكتات الواجبة على قراءة الإمام حفص عن عاصم ابن أبي النجود الرأو هنا مفخمة لا تنسى لأنها مفتوحة والألف التي بعد الرأى أيضا مفخمة ونقف على قاف ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلام وإذا استمرنا في القراءة سوف تكون هنا لدينا تنوين جاء بعد التنوين والواو من حروف ينمو الإدغام بغنة راق وضن لا تنسى ضم الشفتين عندما تصل إلى الواو وضن وضا وضن لا تقول وضو لا تكور شفتين في نطق حروف الاستعلاء كما نوهت في الدروس السابقة وضن أنه طبعا مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة والنون مشددة لدينا لا تفخمها ولا تقول وضن وضن نون مستفلة غن بمقدار حركتين لأنها مشددة أنه نون مشددة أيضا غن بمقدار حركتين والهاء مضمومة إذا نضم الشفتين فيها الفراق أنه ننتقل من الهاء المضمومة لأنه لدينا همزة وصل إلى اللام الساكنة واللام هنا قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشددة الفراق نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الفراق ماذا؟ نقف على قاف ساكنة مقلقة لقلقة لكبرى وتكون مفخمة مرتبة رابعة والراء هنا والراء مفخمة والألف التي بعد الراء أيضا مفخمة لأن الراء مفتوحة والفاء مكسورة الفي الفي لا تنسى أكسر الحروف المكسورة جيدا لا تختلس كسرات الحروف المكسورة والتف والماذا؟ انتقلت من الواو المفتوحة إلى اللام لأنه لدينا همزة وصل هنا والتفت والتفت فا مشددة فاساكنة ثم فا مفتوحة أخرج معها همس لأن الفا من حروف فا فحثه شخص سكت التاو مكسورة والتفت لا تجعل فيها همس من الأخطاء والتفت والتفت الساق هنا الساق نبدانا بهمزة قطع مفتوحة واللام الشمسي لأنه كما نرى جاء لدينا سين مشدد السين ساكنة ثم سين مفتوحة الساق ألقف هنا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة أنا وقفت طبعا بإسكان فقط للتعليم الساق بالساق بكسرة الباء جيدا ثم لدينا أيضا ألام هنا شمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد كما في الأولى ونقف على قواف ساكنة مقلقة قلقة كبرى لأنه في آخر الكلام ونقف على مد العارض بسكون بحركتين أو ست حركات إلى ربك إلى كسرة الهمزة جيدا الراء مفخمة لأنها مفتوحة والباء مشدد باء ساكنة ثم باء مكسورة والباء كما ذكرت أنها شديدة مجهورة لا تخرج معها هواء ربك لا تقول ربك بك رب واضح بدون هواء ربك يومئذ 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 يووا انظر إلى ظم الشفتين في الواو الساكنة واكسر الهمزة هنا جيدا ولدينا هنا تنوين جاء بعد التنوين همزة ولدينا إظهار يومئذ المساق المساق نبدأ بهمزة قطع مفتوحة واللام هنا قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد المساق مفتوحة الميم والسين ثم نقف على قاف ساكنة مقلقة لقلقة لكبرى ومفخمة مرتبة رابعة المساق طبعا إذا استمرنا تكون هي مضمومة وتكون تفخيمها مرتبة ثالثة لأنها مضمومة فلا صدق فلا صدق فتح الفان في الألف والصاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة والدان مشددة صد مرققة لا تقول صدق ضا صدق واضح؟ صد صدق لأنها انحصرت بين القاف والصاد المفخمتان والقاف أيضا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ولا صل ولا افتح الفان في الألف ولا صل صاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة لا تقول ولا صل صو صل صو لا تكور الشفتين خطأ اللام مشددة مرققة ولا صلى الخطأ أن تقول ولا صلى صلى خطأ على رواية حفص لا تفخم اللام هذه اللام مرققة ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى ولكن كذب ولا افتح الفان في الألف والكاف مكسورة ولكن نون ساكنة جاء بعد النون كاف إذن هنا لدينا إخفاء لأن الكاف من حروف الإخفاء والغنة تكون مرققة لأن الكاف مستفلة نذهب إلى مخرج الكاف وَلَكِنْكَ وَلَكِنْ كَذَّبَ كَذَّبَ ذا المشددة يجري فيها الصوت وَكَذَّبَ كَذَّبَ كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى هكذا هي حروفها مرققة ثُمَّ ثُو لا تقول ثُو 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 ثُمَّ مِيم ضم الشفتين في الثا والميم مشددة في أغنى من مقدار حركتين ذَهَبَ ذَهَبَ أَلْهَا خرج من أقصى الحلق لا تخرجها صدرية إلى أهله إلى كسرة الهمزة جيدا ثم لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة وخمسة أَلْهَا الساكنة مهموسة فيها رخاوة ويجري فيها النفس وأيضا أخرجها من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية لا تقول أهله أهله هذهها صدرية وهذا خطأ أهله يتم الطامد صلى صغرى بمقدار حركتين اللام والهى ومكسورتان اكسرها جيدا لهوية ما هنا لدينا اليأ والتأ والميم مستفلة مراققة وجاء بعدها حرف الطائ المشدد طائساكن والطائ المفتوح الطائل المفتوح مفخم مرتبة ثانية طائل مفتوح جاء بعده ألف مفخم مرتبة أولى والطاء الساكن مفخم مرتبة رابعة من الأخطاء التي تحدث يتمط يتمط ماذا فعل قراء خطاء التاء والميمو مفخمتان وهذا خطاء يتمط هكذا لدينا هنا لو نلاحظ أن إذا استمرنا في القراءة لدينا حرف المت في كلمة والهمزة في كلمة أخرى وإذا هنا لدينا مت جائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة يتمط أولى لك فأولى هكذا أولى الواء الساكنة نضم الشفتين فيها وكل حروف هذه الآية مستفلة مرققة فلا تفخم هذه الحروف ثم مرت معناء الثاء مستفلة مرققة لا تقول ثم ثو وضم الشفتين فيها ثو ثم ميمو شدد فيها غنب مقدار حركتين أولى لك فأولى أو وضم الشفتين في الواو من أولى وكذلك فأولى ولدينا هنا طبعا راح نقف بمد طبيعي بمقدار حركتين ولكن إذا استمرنا في القراءة سوف يكون لدينا مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة لأنه حرف المد في كلمة وأيحسب الهمزة في كلمة أخرى فأولى أَيَحْسَابُ أَيَحْسَابُ بو ضم الشفتين فيها طبعا الإنسان لدينا فيها همزة وصل إذن ننتقل من الباء المضموم إلى اللام أَيَحْسَابُ سمعتم؟ أَيَحْسَابُ الْإِنسَانُ الإنسان نبدأ بهمزة قطع مفتوحة ولدينا هنا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد ونكسر هذه الهمزة جيدا ثم لدينا نون ساكنة بعدها سين والسين محروف الإخفاء وأن الإخفاء تكون مرققة لأن السين مستفيلة الإنسان أن يترك سودى نون من كلمة الإنسان الأخيرة مضمومة إضم الشفتين أن يترك النون ساكنة جاء بعدها ياء إذن الياء من حروف الإضغام ينمو إذن لدينا غنى بمقدار حركتين ولا نجعلها ياء صافية أي خطأ أي ترك أي أي إذن يجب أن تكون هناك غنى في الخيشوم نلاحظ أنه عندما ننتقل إلى الياء هنا نضم الشفتين أي هذا واحد مين التاء هنا يجب أن ننتبه أنها ساكنة إذن فيها همس يت 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 راك لا تبالغ لا تقول يت راك تتكئ وتبالغ في الهمس ولدينا را هنا مفخمة لأنها مفتوحة والكاف مستفيلة يت راك يت راك خطأ يت راك صح سودا 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 نقف على مد بمقدار حركتين وإذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد تنوين همزة إذن إظهار سودا ألم هكذا ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ألم ما عندي شيء هنا إلا أنه الميم مظهرة ألم يكو لا تأكل الميم يكو يكو هكذا ولا تقول يكن يكو الكاف هنا مضمومة نضم الشفتين فيها ثم نو نون مستفلة مراققة جاء بعدها طام وقلق لقلق لصورة لأنها ساكنة ومرتبة التفخين فيها الرابعة نو نوط نوط نوطفة لا تقول نو نو نوطفة لا تفخم النون ولا تفخم أيضا الفاء المجاورة لها الفاء والنون مستفلة لدينا هنا تنوين جاء بعد التنوين مين والميم من حروف الإدغام ينمو نوطفة مين 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 يمنا إذن هنا كما سمعتم إدغام ولدينا نون مع الميم إدغام مقداري حركتين ولدينا هنا تنوين مع الياء إدغام بمقداري حركتين وكلها من حروف ينمو مين مين يمنا نصل إلى اليمنى ونضم الشفتين في الياء ثم ميم ساكنة ثم نقف على طبيعي بمقداري حركتين ثم لا تقل ثو ثم ثو ثم ثم الثاء هنا مضمومة نضم الشفتين فيها والميم مشدد فيها هنا بمقداري حركتين كان كان علاقة علاقة العين واللام مراققة والقاف مفخمة مرتبة ثانية نخلص الحروف علاقة علاقة لا تقل علاقة 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 فخالق فا يبدو علاقة غ ام و.... ثم المشددة نسمع الواو الساكنة والواو المفتوحة وهنا فيها نبر ونقف على مد من مقداري حركتين فجعل لا يوجد لدينا فيها إلا أنه مفتوحة فجعل منه كسرة الميم جيداً والنون هنا ساكنة بعد النونها إظهار منه منه الزوجين الزوجين نبدأ بهمزة قطع مفتوحة ولدينا اللام الشمسية لأنه جاء بعدها زاي مشدد حرف مشدد أزوجيني أزو واو ضم الشفتين فيها جيني لين لا تضغط على مخرجها ساكنة قبلها مفتوح ولا تخرج معها هواء أذكرى والأنثى أذكرى هنا لدينا أيضاً اللام الشمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد أذال أذى يجري فيها الصوت الذال وهمزة الوصل هذه نبدأ بهمزة قطع مفتوحة والكاف مستفلة والراء مفخمة لماذا لأنها مفتوحة أذكرى أذكرى والأنثى هنا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد والأنثى نضم الشفتين في الهمزة والنون هنا ساكنة لدينا إخفاء لأنه جاء بعدها ثى والغنى تكون مراققة بمقدار حركتين لأن الثى من الأحرف المراققة ونقف على مد بمقدار حركتين طبعاً مد طبيعي وإذا استمرنا في القراءة يكون لدينا هنا مد جائز منفصل لماذا؟ لأن حرف المد في كلمة جاء بعدها همزة ونقرأها هكذا والأنثى أليس ذلك واضح؟ أليس ألياء نسمع صوتها جيداً أيضاً ولا تجعل فيها هواء ولا تضغط على المخرج أليس هذا خطأ هذا ليس صوت يا صافي ألي أليس ذلك ذا افتح الفن في الألف لي كسرة اللام جيداً ذلك بقادر لا تقول بقاء 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 أفواً لا تقول بقاء بقادر قاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف والباء اكسرها جيداً والدال أيضاً اكسرها دي وإذا نقف طبعاً سوف نقف على رأساكنة قبلها مكسور تكون مرقق بقادر وإذا استمرنا لدينا أيضاً تكون مرققة ولدينا التنوين جاء بعد التنوين يعين إذن إظهار بقادر على أن هنا لدينا مجائز منفصل حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة ويكون بمقدار حركتين واربعة وخمسة أن يحيي 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 النون مع الياء لدينا إضغام لأنه الياء من حروف ينمو الإضغام بغنى الحا مهموسة ساكنة يجري فيها الصوت والنفس وهي من وسط الحلق يحيي يا أمكسورة ثم يا مفتوحة حققها الموتى يهمزة قطع نبدأ مفتوحة واللام هنا قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الموتى مو واو نضم الشفتين فيها ثم نقف على مد طبيعي بمقدار حركتين سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هل أتى هل أتى الهاء من أقص الحلق اللامساكنة لإجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة أتى ولا تقول أتى لا تجعل همز في أتى هذه المتحركة على 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 وليس على 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 الإنسان الإنسان تمت بهمزة قطع مفتوحة ولا مقمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الإقصار مع السين إخفاه بمقدار حركتين نفتح الفم في الألف الإنسان ذهب إلى مخرج السين الإنسا الإنسان إفتح الفم في الألف تقنى الجرحos لا تقنى الثلت لا تقنى تقنى Nós كثير цен حين من الدهر هنا لدينا اللام الشمسية والدال لأنه جاء بعد اللام حرف مشدد نبدأ بهمز القطع مفتوحة والدال شديدة مجهورة الدهر الدهر لماذا وقفت على رامة فخمة لأنه ساكن قبلها ساكن قبلها مفتوح الها ساكن مهموسة من أقص الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية لا تقول الدهر الدهر تخرج لها صدرية وضعيفة باهتزاز الأوتار الصوتية من أقص الحلق الدهري إذا استمرنا في القراءة وتكون مراقق لنا مكسورة لم ميم مظهرة لم يكن بصوت الميم المظهرة لا تقول يكو يكن خطأ يكن نون جاء بعد النون الشين نون ساكنة بعد النون الساكنة شين إذن إخفى بمقدار غنى بمقدار حركتين والغنى تكون مراققة لأن الشين مراققة يكن أذهب إلى مخرج الشين يكن شيئا مذكورا شيئا يا صافية لا تضغط على مخرج ريا ولا تخرج معها هواء وهي هنا يا أولين لأنها ساكنة قبلها مفتوح هنا لدينا تنوين جاء بعد التنوين ميم إذن لدينا غنى بمقدار حركتين إدغام لأن الميم من أحرف ينمو شيئا مذكورا لا تقول مذك مذكو مذكورا تقلق لهذه الذال وهذا خطأ مذكورا مذكورا يجري الصوت في الذال ولا يجري فيها النفاس إن خرج معها النفاس أصبح الثاء الكاف كو وليس كو مذكورا ضم الشفتين فيها وفي الواو ونقف على مد العوض بمقدار حركتين ولا تنسى أن الرى تكون مفخم والألف التي بعدها مفخم لماذا الرى مفخم؟ لأنها مفتوحة إن هنا دائما أنوح إلى أنه هذه الهمزة المكسورة إذا جاء بعدها نون فيها غنى كنون مشددة أو نون فيها إخفاء يمطها البعض يجعلها يا إن إن خطأ إي انتهى دور الهمزة المكسورة إي إن خلقنا النون مشددة فيها غنى بمقدار حركتين خلقنا خا الخاء مفتوحة إذا مفخم مرتبة ثانية اللام مستفلة ألقاف مقلق لقلق لصغرى في وسط الكلام ومفخم مرتبة رابعة لأنها مساكنة خلقنا لا تقول خلقنا خلقنا ماذا هذه قاف؟ ليس صحيحة هذه قاف القاف من أحرف الاستعلاء إذن نرفع قص اللسان بما يتناسب ومرتبتها وهي المرتبة الرابعة مرتبة الساكن خلقنا الإنسان الإنسان مرت معنا اللام قمرية نبدأ بهمزة قطع مفتوحة ولماذا قمرية؟ لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد نكسر الهمزة جيدا والنون ساكن بعدها سين اخفاء بغنى مراققة بمقدار حركتين أذهب إلى مخرج السين الإنسان افتح الفن في الألف من نطافة ميم مي كسرة الميم من ونون ساكنة بعد النون الساكنة نون إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن النون من أحرف ينمو والنون مراققة جاء بعدها طاء ساكنة مقلقلة مفخمة مرتبة رابعة لا تقول نوطفا نوطفا تفخ من نون والفاء وهذا خطأ لأن النون والفاء هي أحرف مراققة نو ضم الشفتين أيضا لا تنساه نوطفا 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 هكذا التنوين هنا جاء بعد التنوين همزة إذن إظهار نوطفا أمشاج أمشاج أمميم ساكنة نسمع صوتها يجري فيها الصوت فترزمني بسيطة لأن من أحرف للعمر جن تنوين جاء بعد التنوين نون إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين أمشاج نبتلي ن نب نب با ساكنة مقلقلة قلقلة صغرة لأن في وسط الكلام لا تقل نب ت ل ت خطأ لا تهمس التان متحركة في أهمس لطيف جدا والهمس يكون في التاء الساكنة نب ت لي لي كسرت اللام وجاء بعدها ي و أ أ مكسورة أيضا فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَا وبعدها يَا سَمِيعًا مفتوحة ونقف على مدّة العوض بمقدار حركتين وأيضا الألف التي بعد الرّا تكون مفخمة إذا استمرنا في القراءة تنوين بعد التنوين همزة إذن إظهار إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا كَمَا نَوَّهْتُهُنَا فِي كَلِمَةِ إِنَّا خَلَقَنَا هذه الهمزة المكسورة كسر إِي ولا تجعلها نون مشددة فيها غنى بمقدار حركتين هديناه لا تقول هديناه من الصدر من تخرج من الصدر من أقص الحلق باحتزاز الأوتار الصوتية هديناه افتح الفن في الألف التي بعد النون هنا الهاء هنا مضمومة ضم الشفتين السبيلة هنا لدينا اللام الشمسية ونبدأ بهمزة قطع مفتوحة لماذا اللام الشمسية؟ لأنه جاء بعد حرف مشدد السين مشددة السين ساكنة ثم سين مفتوحة السبيبي كسرة الباء السبيلة إِمَّا 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 هم أيضا هذي خطأ لا تمط الكسرة تجعلها يأي إِمَّا افتح الفن في الألف الميم مشددة فيها غنى بمقدار حركتين شاكيرا 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 خطأ إذن إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الوا من أحرف ينمو شاكيرا وإما ضم الشفتين في الوا و شاكيرا وإما أيضا الهمزة المكسورة اللا تجعلها ياءا والميم مشددة فيها غنى بمقدار حركتين كافو كافورا لا تقول كافو كافورا كافو كافورا الكافو والفاء مستفلا وضم الشفتين في الفاء والوا والراء مفخما لأنها مفتوحة ونقف على مد العوض بمقدار حركتين الألف أيضا تكون بعد الراء مفخما إذا استمرنا في القراءة لدينا بعد التنوين همزة كافورا إِنَّا إِذَن إِظْهَار إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا أَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كافورا إِنَّا مرت معنا أَلَّا نَمُطْ الْكَسْرَ وَنَجْأَلْهَاءً إِنَّا خَطَأي إِنَّا نُون مُشَدَدَ في أغنى بمقدار حركتين لدينا حرف المد في كلمة أخرى إذن ما تجائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة أو خمسة أَعْتَدِنَا الْهَمْزَة وجاءت عين بعد الهمزة هذه من الأحرف التي تحتاج إلى دربة وأنت تتمرن عليها لأن الهمزة في أقص الحلق والعين في وسط الحلق ومجاورتان فمنهم من يقول أَعْتَدِنَا لا يخرج العين من مخرجها الصحيح وهذا خطأ أَعْ أَعْتَدِنَا أَعْتَدِنَا تدرب عليها هكذا الدال هنا مقلقة لقلقة لصورة ساكنة وهي لماذا الصورة لأننا في وسط الكلام لِلْكَ لِلْكَ فِيْرِينَ لِلْكَ فِيْرِينَ هنا اللام الأولى مكسورة لِي ثم اللام الثانية ساكنة لِلْ لِلْكَ أفتح الفن في الألف في رين أكثر الفا والرا والرا مراققلين مكسورة لِلْكَ لِلْكَ لا تقول وَأَغْ وَأَغْ الهمزة مستفلة مراققة وَأَغْ وَأَغْ لَوْ الغَيْنُ مفخمة لأنه من حروف الاستعلاء السبعة وهنا درجة تفخيمها الرابع لأنها ساكن وَأَغْ يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس إذا جرى فيها النفس أصبحت خاء وَأَغْ وَأَغْ هناك همزة بعد التنويل الراء هنا مفتوحتان فإذا تكون مفخمة الأبرار يشربون وكذلك الألف التي بعد الراء تكون مفخمة يشش فيها تفشي ساكن الشين يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت يشربون يشش راء ماذا؟ راء مفخمة يشش رابون بو بو با مضموما ضم الشفتين فيها من كأس نون مي كسرة الميم جيدا ثم نساكن بعد النون كاف والكاف من حروف الإخفاء بغنية مراققة بمقدار حركتين لأن الكاف مستفلة من أذهب إلى مخرج الكاف من كأس ماذا؟ الهمزة قف للأوتار الصوتية لا تقول كأس 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 تدرب عليها هكذا تنويل مع الكاف أيضا لدينا هنا إخفاء كما النون مع الكاف كأس كان مي زاج ها كان افتح الفم في الألف مي زاج ها مي كسرة الميم جيدا مي زا افتح الفم في الألف بعد الزاي جو جيم مضموما نضم الشفتين فيها مي زاج ها الها من أقص الحلق والألف نفتح الفم فيها كاف را كاف را افتح الفم في الألف وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته